اهلا وسهلا فيكم من جديد زي ما تحدثنا قبل شوي لما كان في زميلنا عهد الدبع طالع من السلطة وتحدث عن الفوسيفساء وقالنا قديش مهم دور الحفاظ على الهوية والارث واي اشي بيرتبط بالبلد كمان اليوم مهم جدا انه احنا نركز على القضية الفلسطينية ونركز على انه هذه القضية قضيتنا كلنا مش بس كاردنين ولا كالفلسطينيين كعرب اليوم مبادرة جميلة جدا مع سلسبيل بدار هذه المبادرة هي عبارة عن لون العب وتعلم عن فلسطين هو كتيب يوزع مجانيا حتى تلون وتعرف اكثر عن فلسطين لانه فلسطين مستهدفة منذ سنوات طويلة بان يغيب ارثها وتاريخها وحضرتها بسبب المحتل ولكن من مثل هذه المبادرات البسيطة للاطفال تحديدا تعيد فلسطين للواجهة في عقول اطفال اهلا وسهلا فيك سلسبيل صباح الخير سلسبيل يعطيك العافية يعني انتحدث عن هذه المبادرة سلسبيل ايش يجعبالك بالبداية كيف بلشت بهذه المبادرة والهدف الرئيسي من هذه المبادرة اوكي هلا انا ام امهات المتشددة في مضوع الايباد ما عندي ممنوع الايباد ممنوع التلفونات فتلاقينا عشان اعلم بنتي ونقضي وقت مفيد ومسلي بعملها نشاطات في البيت بعملها اوراق عمل بنعود نلون بنعود نرسم فوقت مصارت الاحداث احنا كفلسطيني انا لازم اعلم بنتي تعرف بلدها عملت لها الخريطة وعطيتها ايها وعدت اقولها هون نابلس هون احنا من نابلس هون الاقصى هون القدس هون عكا ما تفاعلت مع الخريطة فقلت خلص الخريطة نفسها موجود الاماكن عليها بدي احط الاسماء والاسماء بدي الونهم وقلها لوني كل منطقة بالاسم فصارت تقرأ الاسم وتشوف وين مكانه وتلونه فصارت تتفاعل فقلت لأ بدي مش من صفحة بدي اعمل كمان صفحات عشان تتعلم اكتر انه حاسيتها كتير تفاعلت حب الموضوع كما لانه مع الضجل صارت حتى في المدرسة عندها صاروا يعملوا اعتصامات ويحكوا في بلسطين انه وفار في يوم لفلسطين ويلبس التوب الفلسطيني فقلت هذا كتير حمسني كام انه اعمل صفحات تانية منها بنتي تتعلم بدأت عملت ريسيرج توصلت لكتير صفحات لناس موجودين حكيت معهم وقلت لهم تعالوا بدي اعمل كتاب نشاطات يعني بيشوف الان كتاب بنعرض على الهواء بزبط فعليها جمعت الكتاب ووصلت مع الناس منهم الناس بالتاجي بديت باس كالرينج بالسطين عندك دردشا كيدز وعملت الاكتيفتي بوك وفضو نعم رب العالمين وزن انبعت على دروب الماميز وكان الهدف منه عمل مجاني يعني اي حد في العالم بقدر يحصل على الكتاب موجود عندي باللنكي بالبيو بس بنزل نسخة البي دي اف وقدر يطبعها فالكتاب الحمد لله اخدت استحسان كتير كبير بنتي واطفال العالم اتفاعلوا معه اتعلموا عن فلسطين بطريقتهم لانه الولاد يحبوا يتعلموا بالمرحة باللعب طب قديش اليوم بشوفتي انه مثل هذا الامر اعطى اثر ايجابي للاطفال كيف التفاعل ما بينهم كيف صاروا يعددوا هذه المناطق يذكروا بعض بهذه المناطق فقديش هذا الاشي عكس عليهم هم والله عكس كتير ايجابي يعني صاروا الولاد يصلحوا لبعض يزيدوا لبعض يضيفوا لبعض لانه صار عندهم كم معلومات كويس براجبوا لك بنفس الطريقة اليه اللي يتعلموا بطريقتهم لانه الطفل اذا بتجدوا تعال اكتب تعال اعمل ما راح يسمع ما راح يرضى وانتي عافية جيلنا هلأ مختلق يعني جيل الاطفال هلأ بير صح غير عن جيلنا صح فبسم الله ما شاء الله التفاعل بأقولك مع الكتاب ومع النشاطات حتى خلاني انه ايوان بدي اعمل كمان هل سبيل بعض التحديات اللي واجهتك في من بداية هاي المبادرة بعض التحديات وكيف واجهتها ايضا هلأ التحديات اللي كانت انه في ناس كانت بدهات تستغل هذا الكتاب بهدف ربحي وهذا كان اشي انا حكيت للكل يا جماعة شغلي انا هذا فيه بدي ادعم قضيتي بطريقتي كل واحد فينا بيعبر وبدعم قضيته بطريقته ان كان بمحتوى ان كان بيغني بيكتب شعر انا واحدة متخصصة بنشاطات اطفال وبحب اضيف شغلي للأولاد فما بينفع انه تشغل نفسه كمباح فعشان كنت مصرة قولهم يا جماعة هذا مجاني وكثير ما شاء الله ان كانت بالاردن وبالعالم ناس كثير تبرعت انا فقتها الخاصة تطبعوا وتوزعوا على مدارس وعلى حضنات ان شاء الله ان شاء الله يمكن خلال اسبوع الجاي في ناس وعدون ان الكتاب بديوصل لأطفالنا في غزة ان شاء الله يارب يارب يعني ان شاء الله والكتاب كمان الترجم بأكتر من اللغة ترجم بالألماني ترجم بالأسباني ترجم حتى بالاندونيسي ترجم بالهندي ترجم بالتركي يعني ما شاء الله انا نزلته 2-11 اليوم احنا 22-11 خلال 20 يوم كثير انتشر الكتاب والأحلى من هيك كمية الشكر اللي عم تجيني من الأمهات يعني أمهات عم بتعامل معي بتواصل مع الكل انه كثير مبسوطين انه انا قدرت اعمل شيء منيح الحمد لله يعني مش بس يعني كفلسطينية يعني احنا كأردنية والله انا بهمني انه مثلا الأطفال الموجودين يعرفوا عن فلسطين هل هي ستقف فقط على فلسطين ولا بدك تحاب تكمليها للوطن العربي كله كان يجوني ناس من مصر كانين طالبين كتب نشاطات بنفس الفكرة فقلتونه ان شاء الله يعني خلينا نشوف كيف ما كون التعامل لانه بليك هذا اجتهاد شخصي حتى المعلومات مصادر كلها الانترنت فإذا بد اعمل شيء تاني عم سوء أكبر لازم يكون عندي مصادر موصقة حتى مش الإقبال فقط يعني لكل الأطفال اللي بدهم يعرفوا عن فلسطين صار في هذه المرحلة صح وعلا تشوف كدش الأطفال كل الجنسيات بتلاقي بده يعرف اكتر يعني ذي بحكي احنا كأردنين محظوظين لدينا قضيتنا احنا أردنين وهذا القضية بس في كثير عربي مش كثير الأطفال تحديدا الصغار مش كثير متعبقين في هذا الأمر بزبب بزبب وهلا شوفي الكتاب كمان راح ناخده على مرحلة تانية يعني ما شاء الله التفاعل من ناس في اجتني بنت اسمها فرح كسواني بنت صغيره عمر 26 سنة بتصمم أبليكيشنز قالت لي أنا متبرعة أعمل الكتاب على أبليكيشن أنا شوية عندي تحفظات عن موبيل وهيك قلت له بس أن أحط شروط معينة عشان أتأكد أن الطفل استخدم التليفون بوقت معين عشان برضو ما أخسر القيمة الأساسية التي أتيها طيب شفت وشاهدت من خلال حديثك أنه عندك القيمة ومحتوى هذا الكتاب جدا مهمة اليوم أكيد في شركات كانت معك بهذا الكتاب استعنتي ببعض الأشخاص هذا عن التشاركية ومين كان معك شركة بهذا الكتاب هلأ هو مش شركة زي ما هم شركة عاونوكي خلينا هلأ اللي صار أنا وقت عملت الريسرش على الإنترنت دخلت على البنترست لقيت فيه رسومات حلوة فطلعت مين صاحبها الرسمات الشاب اسمه أنس بلتاجي دورت عليه على انستجرام توصلت معاه ما رد علي لقيت رقم تليفون على طول رأنت عليه قلت له مرحبا أنس أنا اسمي سلسبي بدي أعمل هيك ممكن تساعدني وتعاون معي وما أثر قال لي أنت إجتيني من السماء أنا أريد أعمل شيء وعلى طول بعت لي كل السورس فايل حتى هذا الفيديو العرض هو اللي عمل لي وكان داعم لإليانس والأكامتات الثانية اللي كانوا موجودين لازم أخذ منهم أنا أذن أن أنا أستخدم رسوماتهم عندي تفاعلوا وقالوا لي بليز وإحنا معاك وإي شيء تحتاج من دعمك وكبان الحل في الموضوع فضل النعم يعني أن هذا الكتاب صار له حقوق طبع وإله حقوق ملكية ومحفوظة ومسجل في المكتب الوطنية الكويتية طب اليوم إيش رسالتك بتوجيه للناس اللي عم بحضروا كل عم بسرعة في يعني هلأ أول شيء يعني الحمد لله بالنعم اللي إحنا فيها بدأ أحكي لكل أم خدي هاي الإكسبرينس وخليك يحبي أولادك أكتر إشبعي منهم أكتر وحاولي يعني تعلميهم بطريقة شوي مختلفة فهلا أنا ما أقولون الأمهات على الظرف اللي عم بصير والضغط النفسي وكلنا منعصبوا وأنا كأم بعصبوا بس بس أشوف شو اللي عم بصير في غزة إن الأمهات عم بيخسروا أولادهم أولاد عم بيخسروا أمهاتهم يعني عارفة يعني بيكون شعور ما بعرفش كيف بدوين حكا فيعني الله يعينهم ويصبرهم وإن شاء الله نقدر نساعدهم بأي شيء فبقول الأمهات معلش طول وبالكم أكيد كل أم بتحب أولادها بس حاولي شوي هيك تصبر وتجردي أكتر وغير هيك علميهم وأي أم تحتاج أي شيء حتى أكتيفتيز لأولاد أنا ما عندي مشكلة أساعد كل الأمهات لأنه أنا أم بدي الأولاد يتعلموا بطريقة زي ما حكيت كويسة وحلوة ومريحة ما شاء الله عليك طيب فسبيلي إن شاء الله الله يفكر هذه الأزمة والنصر يكون قريب جدا ما بعد هذه المبادرة شو عندك مبادرات أخرى أيضا للأطفال هلا شوف زي ما حكيت رح نعمل بعد هذا الكتاب خلص سنعمل قصة جديدة وكتاب ثاني بس إن شاء الله سيكون كتاب تفاعلي وفي استحسان وفي فاعلين خير كتير حابين يستثمروا بهذا الموضوع وإن شاء الله رح نحاول جهدنا مية بالمية لنكون حتى مجاني لأن هذا الهدف إن إحنا بنا ندعم قضيتنا ونعرف أطفال العالم عن فلسطين وروعت فلسطين بطريقتهم رح تسفي لفئة عمرية أكبر شوي وبدأ لك في هذه الفئة العمرية؟ الفئة المستهدفة لدينا من عمر سنتين الله بدأ يحكي الولاد عمر 16 سنة إن شاء الله بالكتب التفاعلية إن شاء الله سيكون فيه نشاطات أكتر حتى الكتاب بتلاقي فيه شغلات أطفالي التي هي التوصيل وفيه شغلات التلوين فيها تفاصيل أكتر والكلمات والمعاني الموجودة فحاولت قد ما بقدر أجمع أكتر فئة عمرية أن يكون نشاط عائلي وفيه كثير أمهات أساسا طبعه صفحات يعني أعطوا كل ولد الصفحة اللي بتخصه وكمان كثير تفاعل فيه بمدارس طب إحنا الآن من شاهد هذا الكتاب لو تحكينا شوية عن بعض المحتويات أو محتوى الكتاب الموجودة في صفحات هذا الكتاب هل أشوف الولادة مرتبطة لك بحبوا التلوين صحيح ويحبوا شغلات التوصيل فتعمدت إن أنا حط الولاد يوصلوا يعملوا المتاهة يتعلموا الكلمات يعرفوا التراث بطريقتهم جميل وشفنا يعني حطين مثلا أول هي المفتاح أكتر إشي بعبر المفتاح هذا الفكرة أنه الولاد يعرف أنه هذا في إنا حق رجوع يكتب اسمه على الكتاب عشان يحتفظ فيه لأنه اللي عم بصير معنا هلأ أي أحداث عمرها ما حتنتسى فأنا قلت أنا خلي الطفل يتذكر هاي الأحداث وتكون دافع لإله الأقدام عشان يعرف حقنا وحقه بهذا الكتاب سلسبيل أيضا اليوم تحدث عن المدارس الروضة اليوم الموجودة تشاركك معهم روحتي عليهم وزعت هذا الكتاب على المدارس الموجودة لا تحدث عن عمان عن المحافظات كيف كان التوزيع كيف كان استقبال أيضا بعض المدارس لهذا الكتاب هلأ الكتاب فيه كثير ناس تطوعت وشركات كثير كبيرة بالأردن وبرى الأردن وبصراحة بوجه لهم كل الشكر كل الشكر على اللي عملوا طبعوا كميات كثير كبيرة 2000 و 3000 و 4000 نسخة ورحوا وزعوهم حتى تبرعوا كمان يحطوا علبة ألوان مع الكتاب حيلا وتوزع يعني إن كان في الأردن الأردن يعني ما شاء الله كمية التفاعل ما أقول لك يعني لهلأ يعني حتى في مجموعة شركات طبعوا 20 ألف نسخة جميل وتوزعت وتوزعت حتى عندهم في محلاتهم في كافيهات مطاعم شركات شحن يعني بسم الله ما شاء الله الأسبوع الماضي كان تفاعل حتى الجمعيات الخيرية طبعا حتى البزرات اللي عم بتصير الكتاب موجود في كل مكان وعن بيتوزع طب كيف أي شخص حاب يوصل للكتاب حاليا أو يحصل على نسخة من الكتاب هل يشاهدون الآن بقدر يفوت عندي على الأكاونت سلسبيل بدار بيلاقي اللينك موجود بالبيو وإذا ما عارف يوصله بس يبعط لي مسج وأنا برد على الكل لأنه بهمني الكتاب يوصل لكل الناس شوفي اليوم في هذا التوقيت أنه مهم جدا أنه نعلم أبنائنا التمسك أكثر وأكثر لأنه منشوف أن هذه الانتهاكات منشوف بهذه هذه الحرب هذا العدوان اللي قامت في إسرائيل رجعت أنه بالفعل إحنا دورنا لازم نرجع نذكر بهذا الخضية ولازم نخلي ولادنا أكثر على معرفة بكافة تفاصيل فلسطين وليس فقط بالأماكن بتراثها وبحضارتها منذ البداية أو منذ البدء خلينا نتحدث بالنهاية اليوم قديش مهم دور الأمهات بتذكير بهذه القضية تحديدا من خلال الرسومات أو حتى المدارس قديش مهم بالوطن العربي ككل التذكير من خلال التلوين اللعب رواية القصص الأثواب خلينا نحكي المأكلة حتى المأكلات ما خلصت من شر الاحتلال ويقولك في العديد من المأكلات بتعود لهم صح حلق شوفي الأطفال يعني أنا تعمدت حتى أقولي حطي صار حطي عن النكب قلت لهم لا أنا هدفي برجع بقول ما بد أنا كتاب في كمية فرح وطاقة إيجابية خلي الفرح أنا ما بينفع أحط عالم العدو ما بينفع ما بينفع أحكي عنه أنا الهدف مني أورجي الحلاوة والروعة فلسطين بطريقتهم ما تعمدت لا أحط إسرائيل ولا أحط أي شيء بخص حرب ولا دم ولا أتل ولا أستشهاد ولا شيء أن الأولاد يتفاعل بطريقتهم بالألوان الأريبة على العالم الكتاب بالرسومات الأريبة من المحتوىات أيضا شاهدناها الخريطة التي نرى الأردن وفلسطين وكيف نعلم أطفالنا أن الشرق الأوسط أو البلدان العربية كيف نحن اليوم على الخريطة خريطة العالم موجودين ونحن اليوم حقنا مثلا فلسطين ونعلمهم هذا الشيء منذ الصغر صح بالضبط هذا هو عشان يعرفوا الأطفال وين فلسطين وشو الدول اللي يجب المشكلة حتى بالمناهج بتلايهم مش كتير بيركزوا على الأصص بالذات المدارس الأجنبية والأولاد الصغر بتعرف أنه أنا من هون طب شو البلاد اللي حوالينا شو عواصمهم لازم هاي الشغلات المعلومات كمان يعرف من البلاد اللي بتساعد حتى حتى موضوع المقاطع هاي الأصص كلها لازم الأولاد يعرفوها بس أنا أتبعدت عن كل هاي الأصص خليتني في الأصص هاي البسيطة اللطيفة الطفولية بيها فرح نعم صحيح بالضبط لأن الأولاد يعني حرم يعني ما بينفع إحنا نعطيهم إذا حتى أنا كبنتي ما بخليها تشوفها تلفزيون بس أنا بحكي لها أصص بقولها ماما بصير هيك بنعمل هيك بس إذا ورجيتها أي مشاهد ممكن أسر على نفسيتها ممكن خلي عندها كوابيس أنا ما بقدر أنا أم أنا أم شغالين عليه يعني يكون في شرح صغير جدا مكتوب مقروء للطفل عن معلومة معينة عن تاريخ معينة عن تاريخ معينة أيضا داخل هذا الكتاب ممكن يكون للفترة القادمة هلأ شوف فيه ماشاء الله كثير ناس تتواصلوا معي وبحكي للكل أي حدا يكون جزء يعني يجي يتطوع معنا لأنه لأصرنا إحنا فريق صار عندي ناس عم ترسم أنيميشن صار في عندي ناس تصمم أبليكيشن في عندي مصممين وكلنا إحنا فريق كل واحد في بلد بس قلبنا واحد ندعم القضية فأي حدا حابب يتعاون معنا ويساعدنا أنا ما عندي أي مشكلة بالعكس أتشرف ونكبر وهلأ في خطة عندي إن شاء الله إنه من هذا الكتاب ننطلق لأشي كتير أكبر فمنقول يا رب خلينا نشوفك إن شاء الله بدأت نشي تسهيل رب العالمين الله يبقى سلسه بالبدار شكرا إليك شكرا إليك وجهود مشكورة صراحة يعني شكر لله شكر لله الله يعطيك العافية شكرا جزيلا وبالتوفيق ويليق بفلسطين دائما الفرح شكرا خلي ليك ورب شكرا كتير يعطيكم ألف عافية يعني إحنا بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من يوم جديد حلقة يوم الأربعة كان فيها العديد من المواضيع والأفكار والضيوف المميزين اللي بينوروا ستوديو يوم جديد ولكن كما تحدثت في البداية وبرجع بحب أنهي فيها أنه دائما يعرفوا أنه في هناك توقيت لكل شيء في حياتنا في هناك توقيت هذا التوقيت لما يجيك تيجيك الإشير بدك إياها أو الرزق أو الحلم أو الفرح بيكون مضاعف أكثر وأكثر فعشان هيك دائما تفائلوا بأن القادم أجمل مهما تأخر إلى اللقاء دائما وزي ما حكت كاته في صباحاتنا حكينا عن الصبر والصبر جميل جدا ودائما اعلموا أنه ربنا مخبيننا أشياء لو شفناها والله العظيمنا نبكي فرح من هذا الخير الذي جاينا نقول الحمد لله ونتفائل بالخير بإذن الله تعالى تفائلوا بالخير تجدوا دمتم ودام الوطن